موضوع النهاردة أقدر أقول عليه في الجون لأنه في غاية الأهمية هل يسوع هو إله أم مجدف؟ وحضرتك وفيت وكفيت لكن أنا نفسي أعلق على حتة معينة حضرتك قلت عجباني جداً أنه ما فيش حاجة في الوسط لأنه ده بيلمسنا إحنا الشعب العربي اللي عموماً بيحب يمسك العصاية من النص بمعنى أنه أنا لها أقدر أقول عليه إله وكمان ما أقدرش أقول عليه مجدف فخليني في السيف صعيد وأوصفه بأنه نبي ونبي عظيم كمان الحقيقة اللي عايزين نكشفه النهاردة أنه دي أجذوبة وألعوبة بل فخ من إبليس المقار الكذاب عدو كل خير علشان يعم يعني عن الحق وكوني أوصف يسوع أو عيسى بن مريم أنه مجرد نبي هو في الحقيقة يعني ده إله فدي إهانة واضحة ولازم كل واحد بيشاهدنا النهاردة يعمل بوز ويقف كده ويقول لا أهل أفكار الماضية عن هذا الشخص ويطلب بجدية وإخلاص إعلان من الإله اللي بنعبده وأنه يكشف له عن حقيقة هذا الأمر وأنا متأكدة أنه الله لا يغض النظر عن كل المخلصين طب يا ترى خطوة البوز دي مهمة مليون في المية مليون في المية ليه؟ لأنها بتحدد أبديتي زي محضرتك قلت في المقدمة في أمور كتيرة بنمر بيها في حياتنا محتاجة لفحص خاصة الأمور اللي تتعلق بأبديتي فيسوع دوت اللي احنا بنقول عليه إله ده هيبقى ديان ليه وحقابله بعد الموت فأنا نفسي يا حضرة الأسيس نزار ترد على شباب تركوا دنهم ومعتقداتهم بالكامل ووصلوا لدرجة الإلحاد ولما بنقول لهم أنه في حياة بعد الموت لازم تعمل حسابها خاصة بين قسين أن الموت مش بيستأزم حد النهاردة وبنشوف على صفحات السوشيال ميديا إزاي شباب في مقتبل عمرهم مش بيكونوا في مرض ولا أي حاجة لكن للأسف حياتهم بتنتهي في لحظة فالحادث يقول يا حضرة الأسيس لما بنكلمهم على الاهتمام بالحياة الأبدية ومقابلة يسوع بيقولوننا أنتوا يا مؤمنين جبتوا الثقة دي منين هو معلش سامحوني أنتوا ليه بتنصبوا على الناس وبتلعبوا على مشاعرهم هو في حد مات وارجع لكم تاني للحياة وقال لكم أي حاجة فيطرة إيه اللي مفروض نرد عليه على هذه النوعية من الناس والشق التاني والأخير بما أننا بنتكلم على أن احنا نهتم بحياتنا الأبدية هل لو في مشاهد بيعترف بأن يسوع أو عيسى ابن مريم مجرد نبي ولكنه ليس إله هل في خطورة بقى على أبديته؟ شكرا جزيلا أخت نهال ربني باركك شكرا كتير على تشجيعك بالحقيقة يعني كانت القلوب متحجرة الشخص الباحث واللي عاوز يعرف الله بيعلن ذاته شوفي بعد ما أقام ألي عازر ألي عازر مات وأنتن أربعة أيام يعني أقامه وخلق خلق جسد جديد فجمع في أي سبعة واربعين فجمع رؤساء الكهنة والفرسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضوعنا وأمتنا هاي الإشكال خايفين يخسروا الديان خايفين لأنه أنا مثل ما حكيت في حلقة سابقة اليوم موضوع الدين هو السلاح القوي الذي يستخدم الأقوياء ضد الضعفاء حتى يظلوا متسلطين وحتى يظلوا حكام لأنه مش عاوزين إنه يعرفوا فتخايلي إنه هون شافوا واحد مولود أعمى فتحت عينيه واحد مية أربعة أيام خلق جسد جديد وكانوا الاجتماع إنه شو نعمل إذا تركنا رح الناس يتآمن فيه ونفس اليوم نفس الشعور في صححة نعش ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به وطبعا بيكمل بقول لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله هاي الإشكال وبنعمة الرب يعني هاي السنة أنا عم بركز أكتر على لهوت المسيح بنعمة الرب لكن المسيح أثبت من خلال هاي المعجزة إنه يقدر أن يغفر الخطايا إنه هو ابن الإنسان إنه هو الشخص الممجد إنه هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء الحاضر في كل زمان وفي كل مكان فهو عرف المرض الحقيقي وعالج هذا المرض تعرفي في مزمور 33 مكتوب المصور قلوبهم جميعا المنتبه إلى كل أعمالهم غفر المسيح الخطية وهاي صفة من صفات الله وحده